زون ميكست نحكيه مع المكتب الجامي متفهمين التصور الخاص التصور الخاص هو انه ديما فما الصمعة متعكرة للتونسية في الميزان وبالتالي ما نجموش مشيو الان كومبتيسيون من غير ما نكونوا فاعلين فيها ومهما كانت الصعوبة واحنا معناها نعرف بالقدار انه تيكيو صعبة برشا فها تقريبا فها الالعب النهائي في بطولة اوروبا وفها فرنسا فرنسا بكل وقت وبرتوغال معناها الكرواتيا فرنسا وبرتوغال عاملوا بطولة اوروبا ممتازة بالنسبة لبرتوغال فرنسا وتبعت الحال كتب دفهم مكاتر البرفرمانس يفوصة تندر زادة ريكسون لكن هذا يموش بش يحدم العزيمة بتاعنا وبش ان انا حسب راي يجب نعملوا على اساس انه يكون هنا هدف مزدوج نلعبوا بالنسبة اللي نلعبوا بالنسبة للترشح وكذلك نحضروا لـ 2021 باقي رايك بخصوص جيلونة رايك الشخصي دي ما نحملها والله يشوف انا اقول معناها القرار ما يرجع ليش لينا نعم متفاهمين فيه اما اللي اعتادت عليه الجامعة التونسية كورة اليد بوصفه ممكن من القدم في الجامعة وخاصة المكتب الجامعة هذي هو الالتزام بالعقود والمتاح يعني اذا كان في العقد تم الاتفاق على انه العقد اهداف واذا كان يوصيش اهداف متاعه ويمشي اكيد انه بشيكون تطبيق العقد معناها رايك الشخصي انه يمشي جيلونة اه 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 معناها انا انا رايي مع المكتب الجامعي بشيكون في التوجهة لكن القرار الاخرالي بطبيعي سيموعاذ هل فهم قانع انه مثلا بخلاف تحكيلي ممكن على المالي وممكن حاجة هذي العمل في شارتر والمنتخب كان خطأ قام به الجامعة العمل؟ في نادي شارتر والمنتخب بنسبة الجيلون اسمعت برشل المسلة هذي انا كي نقول لك اه نرجع بسرعة بسرعة الكابان الفين وثمانتاش المنتخب التونسي يمشي المدرسة الاسبانية على مستوى التدريب ويمشي بسبب المدرب حراس المرمى اه يوغوزلافيا السابقة ويعاول على ابناء البلد بالنسبة المساعدين بعد اه نكست المنتخب المصري في الفين وثمانتاش بكل سرعة نقول لها الاتحاد المصري لك الكيلو موديل تونيوديا واضح ابشان جايبك عسوال هذة فجايب مدرسة الاسبانية مدرسة الاسبانية اللي كان في فيسبريم ثم جاي المدرب هذة اللي كان يدرب كيف كيف عنده مساعدة الجامعة مع فرداء وجايب كيف كيف معناتها مدرب حراس من يوغوزلافيا السابقة وعاول على ابناء البلد بكيف نعحنا بنفس النموذج اللي فرق بتاع انه المشروع لازم امكانيات لازم اتصور اكبر اقل مشاكل المنتخب المصري كان ارتح منا في تطبيق المشروع متاعه فباش نرجع نجيوبك نقول لك انه اما اللي فرق لازم السيفين متاع مدرسة الاسبانية لا اكيد 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 ممتازه ممتازه لكن اللي نقولولك ما انت مسألة الجامعة مش المنتخب التونسي فقط اللي عنده الجامعة اليوم حتى المنتخبات الكبيرة في الخارج كيف كيف المنتخبات اروبية تلقى المدربين يجمع بين تدريب نادي وتدريب منتخب طريقة العمل هي اللي تفرق اليوم حكينا فيه الموضوع ذا ممشينا فيه الا بعد ما حكينا مع وزارة الاشراف فهمنا اليوم اليوم اذا كان اثناء الشهر مدرب بعد اكثر من سنتين يعرف الواقع التونسي قاعد اليوم مش يتبع مقابلات في القسم الوطني اليوم عنده اربعة وخمسة معانتها من الطولة التونسية واذا كان اليوم معانتها بش يخدم معانتها بوساط اثناء الشهر بتلك القيمة المالية للرابة ذاك مش في الاخر معانتها يدرب اربعة خمسة عناصر التونسية كذلك ويمكن لله يولا هذا عليك فى الخارج وعنده لعبين اليوم موجود فقط فسيه مواجه فى اليوم اعتقد اليوم انه هذا المسألة ليس هى الاشكال التونسية اليوم الحقيقة اليوم مشكورة وزارة شباب الرياضة راو عملت مع الوشب في حدود المكانيات اللي عندها وفي حدود مكانية الدولة التونسية لكن شنو مشروعنا اليوم بالنسبة لرياض كورتليات في تونس اليوم قد عفق ميزانية الجامعة تونسية قديش تعرف تربوسات اللي تكلفونا تعرف اللي مشينا اليوم اللي مفينا كيفاش تاخلته السبعين اليوم عملنا في بطولة الواست بطولة العالم معمل حتى تربوس اللي عندنا حتى مكانيات ونمشي ونكملوا السبعين لا معنتها 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 بتاعنا توينسة معنتها دون لجين عندنا كورتليد تربوس حتى تربوس تمشي تكمل السبع في الواست شوف المتخل في مصري شنو ما التربوسات قادش عمل بش كامل الثالث تحكي ومتخب لصغر تعرف وقعنا اليوم حتى واحد ما يعرف وقعنا اليوم لكن احنا منشكيوش فاذا كان نحكيو على كابر تعرف اليوم اسلام القاعة الرئيسية اللي بشي اخذها الاتحاد المصري تهداته من طوى بعد ما يكمل بطولة العالمة فين وحده بشي يكون فيه مقر رسمي بتاعه الاتحاد المصري عنده وحده الطبية عنده وحده ليواية معنتها الشبان فيها عنده قاعة في دلالية بشي تدرب بها مرحبات كل واحنا اليوم بكل اسف نقولوا اذا كان ثماش عائلة كورتليد والمسؤولين السابقين واللعبين السابقين واليوم الناس اللي قاعدها تخدم تعرف اليوم شا عندي في دارة فنية ناس مدير فاني بحضاني اليوم عنده اليوم تأخير عما صارف الراوات بتاعه وذيك امكانياتنا اليوم تعرف اليوم المدارب جيرونك يجيك يقول لك اليوم ما انا قادر اني ومستعد ان يتنازل على حسبة كبيرة اليوم برس براتب شهري وذيك كل ما تعرفوه ولكن اليوم انا اللي يهمني اني نكون في البروجيت اذا حابينا نهزو دورني شكو ما حابش يزدورني اليوم بيه تقول لي امور فلوسنا بش نجيك سياسي تقول لي امور فلوسنا مكن نفهمك اما يمكن جانب رياض المدارب مش تابع كان ملاعبية في تونس تابع ملاعبيتنا في الخليج في الإمارات في قطر يه عندو حصائيات تابع فيهم فمش كان مدارب كورتد من مدارب المنتخبات الكل اللي تابع ملاعبية بالنواحدة ما قل لي فلوس نفهمك شنو رأيك سياسي شوف بالنسبة للا اول حاجة الساعة الهدية ما هنش بتاع تونسي معناها في بطولة العالم اذا كان الاستثنيو اسبانيا الاستثنيو فرانسا كل المنتخبات الاخرين المداربين تحمى يدربوا فيه في رقة الى جانب المنتخب هذا عليش اول حاجة الساعة لانه الفوليم العمل اللي مطالب به في تونس هو شوية بكل معناها بش يسر على اعداد ستة لاعبين بالضبط الحاجة ثانية هو انو مدارب اللي يقعد سنة كاملة ما يقفش على المباريات وما يحضرش مباريات بش يفقد من اللي كان يتيم بتاعو دوريكسون في التراغ المدارب كيم اللاعب يلزمو يشارك في كومبتيشون يلزمو ديمة حاضر ستراغ لك هذا يلي يخلي يخلي معناه وفما جانب مهم جدا زادا ولو انو من الناس كل يقولوا يعنو احنا قولينا نخمو في كورتليد في الرياضة بصيفة عامة بالعقلية متاع قبل الثورة والوطلية متاع قبل الثورة لانو انا اليوم اليوم معناها نقول بكل صراحة انو كنقارن روها انو كنت مدير فني عام من الفين وستة حتى الفين وتسعة كنشوف اللي موين اللي كانوا قبل الفين وتسعة والموين توا معناها ترانة پورسان نقصوا والسوصان ديس پورسان اللي بقاوا معناها يسون ديمالوريزي اا كارانة پورسان معناها نختمو ابو بري بالترانة پورسان دي موين اللي كانوا عن نقبل معناها الوضعية صعيبة ياسر ولهنا نرجع الانترنور وقتها انا ميساعدنيش بشي خلص الانترنور قرب 30 مليون باش يقعد يعمل احصائيات ويتابع في اللاعبين عنا المدرب المساعد يتابع في اللاعبين اللي الهنا وهو يتابع اللاعبين في فرنسا اللي استاتيستيك يخلطوا فما يكون لكسون بناتهم لانك فما السبول متاع التواصل الموجودة وباش نحضرنا المباريات نتاعهم انتي تعرف خير مني سياسي لكن هذا هو مدرب منتخب يفاشي فرق على مدرب الفريق ملا سواء كورت قدم ولا كورت طايرة عنده كمبيتسيون بعضهم عنده مقابلات ودية عنده استجارة وفوص طلعام يتابع الملاعبين شوف احنا ما نجمو نجيبو اللي اكيب كاملة اللي في اللاعبين اللي سمان اي شيف نحن بديو سمانية شيف العام نحن بديو سمانية شيف عام وعننا سمانية شيف عام معنا بين دو بريود هذوكم اللاعبين بيدهم مهم شيطا واراو السويفين متاع وطولا متاعنا رو معشي خردنا لائب اخرين احنا عنا 32 لائب معناهم معروفينќ معنا ديمة المترجمات التي تنسلنا الجنور التي خرجنا منهم درمول التي خرجنا منهم سكاندر زي عبدالله سكاندر كل مرة نطلعوا في منعبه لكن معناها البري اللي باش ندفعوه مقابل البقاء متاعوه غالي يسر وبالتالي يكون أنفع لنحن وللمنتخب باش يكون فما توازي كيف نقيمة 70% من المنتخبات الأوروبية والأوروبية خاصة سيماعر باش بنحملوش كل شيء المدرب فأنا بس أقول لي للجيمعة مثلا أننا لخططوا شوية وراقوا وغياب سليم الهدوي في آخر لحظة لا تصورش لا تصورش ونحبش ندخل في المسألة الفنية لكن أنا كنت في البعثة عايش المسألة هذه أكيد خلا بلاسة سليم أنت قيمة ثابتة تصور الكلمة لالي هو سونترال قيمة ثابتة ونعرف أنه كلمك مشغالت في جزء ما أنه أنا عشت مع يوميات المنتخب وليطار الفني كان عنده أشكال على مستوى وسط الدفاع دائما ما أنت يحب يلقى في الفينال تبدل تلف مرات يلقى الصيغة ولكن اليوم شوف سليم هوني كجامعة تونسية مطالب أن يندافع اللعبين ما هم يكون واليوم ينقل في الدور نهائي بحصائيات بردية هزيلة كمعيد منجوش نربح الدور نهائي مع أنت من باب قراءة الأرقام اليوم تتذكر أنه إذا كان ربحنا 2018 بنسبة كبيرة على مساحة رأس المربع تقول للاسباب وأنه فم الدفاع ما ثميش هذي مسلا الفنيين لكن أنا نقرأ في الأرقام اليوم الأرقام الدنيا نقول اللي يكونوا مطلوبين على ورقة مقابلة بتاعة نهائي بيش تفهم كي تقراها تقول الفريق هذا اللي يفوس أو فيس ما كانش متوفر فالعناصر كل أغلبهم 90% كانوا خرج الخدمة لكننا اليوم أكيد فمحارة كبيرة ما نجمش اليوم نقول لأنه ما هو مش هذو من اللعبين اللي عانين قبل دان لكادر دوما جي فرحونا ياوي دفايانس دفايات اندفيدويل من دفايانس كوليكتيف في الفينال نفهم وناخذ قراءة في المكتب الجامع علاش وكيفاش نشوف تقارير المدربين لأنه مش شوفات الدورة وفايد لعندهم مسؤولين يعطيوا التقارير ويكونوا معنطا صدقين عندي قناعات اليوم كمتفرج عادي كمسؤول عادي من كيف كيف فأنه ممكن كان فام عن شواء دو شواء معنا على مصول المجموع قناعات خاصة بيا في يوم لأيام لكن ما شوفتش حقيقة شي تخليني اليوم نقول لأنه المجموع ما كانتش بيا بالعكس الجو معنا ممتاز على مصول المجموع ما كانش عندي معنا دزكار دو كندويت لاخر وقت وإحنا دلعين الحافلة معنا وعنا شوية خبرة نس كل معنا تشوف اللعبين معنا ما تشوفش الرهبة والخشية من المقابل فيما بعد الحقيقة كيشوفناهم في الميدان برشا تسرع برشا برشا نقول لنا قلة تركيز منتخب المصري كان هذا منتخب المصري يعرف شي عام بالكرة وعنجا دار ربحنا راح ما جاوبنيش مسؤولية الجامعة في غياب سليم الهدوي الجامعة التونسية عملت كل شي بش وفرت مع سيدة الوزيرة قبل بداية الدورة متخلدات اللعبين على مستوى المنح السابق وسعروا حتى تشكيليات وسيدة الوزيرة ما قصرتش والمكتب الجامعي برئيسه اليوم القاعد معانتها حتى الموارد بش اليوم ما كانتش معانتها بيجيتي زي الموارد هذي نغير ندخل في التفاصيل والناس كل خلصت في فلوس أقبل الدورة المكتب الجامعي وفر لهم المقر متاع السكنة اللي طلبوه ومكتب الجامعي أعطاه معانتها المكان التمارين لطلبوه يطار فني فليوم نجاوب فيك نجاوب فيك نبدل لك السوقات نبدل لك السوقات شكوني تحمس قوية غياب سليم الهدوي سليم الهدوي حكيت فيه خرجت سليم الهدوي خذاء معانتها خطأ دواي دواي ضمن مواد محظورة وتفطن وقول لنا رجمان تفطن طبيب المنتخب أنه اكسيدنتيلم تفطن طبيب المنتخب في محاتثة مرة أنه سليم الهدوي مشاهد طبيب الخاص طبيب الخاص هذا عطاه معانت وذكر فيه الطبيب الخاص أنه سليم الهدوي لاعب معترف يعرف الطبيب الخاص عنده قارنة العلم أنه يعرف أنه هذا لاعب معترف وفقنا قبل بداية الدورة أنه سليم الهدوي اليوم تناول دواي فيه مواد غير مرخص فيها شعمل دكتور مبارك ولجا نشكرهم هنا كان عنده حل وحيد أنه راسل معانت لانات وكالت منشطات فهم حالات استثنائية أنه لأغراض طبية أحيانا يلجأ والبعض المثلا يتناول الدواء غير مرخص فيه فأتلب الرخصة هذه اللجنة طبيعية طلبتها رجعت لنا معانت لانات بالرفض فما عنده حتى حل سوى أنه يسحب اللاعب تعرف لو كان ممكن ما تفترناش اليوم المسألة هذه ويكون موضوع رقابة اللاعب إثناء الدورة فمنتخب التونسي إلى ديسكاليفية حلانا في بلادنا قاعدين ننظموا وناخذوا ديسكاليفية بالاستبعاد كما سنة 2016 سنغال في ويقصى من الدورة الملتخب بسبب معنتها أنه اللاعب ممكن ما نسقش مع اللجنة الطبية وخذها دواء بدون علم اللجنة الطبية فهذه وعندما نخبي وتعرف أنت إسلام عباب الشفافية لا لنحن نتكتم الخبر خرجنا مع انت في نهار الخبر رات سنحكو شوية التكنيك على اختيارات المتعجير مثلا القردية ما علموش برشا في الفينال في الوقت اللي مثلا محمد صفر كان أحصن غاردية في البطولة متعليل الكاب كان مدود عم مديرج في الوقت اللي فمش انجموه مفمنا يمكن واسين كيتخال مكان السيء للغاية باش يخفش بالمتعون انت شنو علايك في غاردية في الحكاية شوف تعرف مثلا يقولوه يوغزلاف شرطو يقول ويصر حسنا فاندي شقبل يقول أنه يعني بعد المباراة تظهر اختيارات هو صحيح أنه محمد صفر كان ممتياز حتى قبل المباراة لا محمد صفر يقول محمد صفر يجب يدخل في بلاس تلاعب خاطر محمد صفر لا يمكن أن يدخل 10 ايه يمكن أن يدخل 6 ايه يمكن أن يكون 16 يعني فهم اختياري اما ندخل 3 غاردينات وإلا ندخل ولا دوزيلي ولا آنيلي برك معنا هذو ما كل هما الحسابات متاع المدرب وإذا يدخل المدرب هو اللي يتحمل المسؤولي لأنه الاختيارات متاعه يعني مش احنا نفرض يحملها في رأيك انتي في الحاج هاي هو شوف رأينا معناها إذا كان دخلنا محمد صفر لأنه الريسك أنه دو غارديان يتيحوا وتقريبا شوفنا شوي هاي معناها شوف لدو غارديان هما يمكن أنا أقول كنجيت في بلس جيرونا جي براندري لامام ديسيزيون علش على خاطر في العاد مكرم المساوي إلا توجو ريباندو بلسان معناها تفكر من 2005 من 2005 لليوم عمرنا ولا حتاجنا المكرم المساوي في مباراة وملقينيش فتو فينالات فينالات المبارات الكبيرة ديما وشانجمون بالميتان شانجمون ما نعرفش عليش نستنى في الرابور جستما عليش أعمال شانجمون عليش خرج مكرم وندخل وسيم عليش في نوزي ميتان رجع مكرم بطي على خاطر مكرم باقي مكرم باقي سيموار نجمون قول الجمهور أولي يبارش حكي على الجمهور القراءة كانت معبيا صحيح لكن ما عونش الجمهور ما وش ذاك الجمهور معنا الجمهور ملقب الجمهور نوادي حتى تبدأ الكلوب ولا سموص ولا تبدأ خاص الجمهور يبدأ يدز الجمهور مصر داخل تسكور تروا جمهور كل فرغت معنا ما كانت تجمو تجيبوا نوعية مع الجمهور مثلا تسكوا مع الانديا صحة سوال ونأكد لك أنه قاعد تداوف مثلا هاي في الأسبوع الثاني وترح هذا الخيار لكن كي نشوف نهاية المقابلة متع دور نقول أنه نخذينا القرار الصحيح لأنه إذا كان أول على جمهور العائلات باش نحاول نكمل قبل دقيقتين كان فما خيشة كبيرة أنه مع جمهور كرة القدم وحكينا في الخيار ذلك أكيد كي طوا نعاود الشريط المقابلة أنا أكاد لك رأوا فيت مشاو تلول مع فيها أخر من جمهور آخر صحيح ممكن الجمهور بالنسبة اللعبين مدزش يتوقعوا ضغط آخر جمهور من فيها أخرى خفنا برشة من ظاهرة شماريخ وشفنا برشة الملاعبية حتى يحلق في الجمهور شفنا خفنا برشة في شيء أمنية من ظاهرة شماريخ لأن أنت تعرف هذه ظاهرة متفشية وصعبة معناتها تسيطر عليها ذلك عليش حتى على مستوى اللجنة الأمنية اللي كانت في الدورة خطينا القرار فبعضنا قلنا لازمنا مع المراسم مع الشخصيات المتواجدة في القاعة من الجموش نسمحوا رويحنا حتى ضحينا ممكن بيجانب معنتها تشجيعي معتها من فئة معينة لكن قلنا على الأقل الخيار اللي عملنا حاولنا وتصورنا أنه بش كملوا به والحاجة هذه حكي عليها حتى هيش ممدوعة شفت في مسرية قال البعض بخطينا جمهور اسكتل وهذه حاجة عبتنا عبتنا نقول لك شوف الفائز عنده الحقيقة واللي يربح يتولي عنده الحقيقة بش ما نقول لك ولي النظر نحنا اليوم الحاجة اللي فرحمين بها أنه على الأقل نكرم ضيوفنا لآخر وقت الناس كل والفراق الكل فما بعض حتى الفراق كانت تتصور عن المنتخب التونسي مع أنت أو الجامعة أو لجنة التنظيم بش اليوم تخرج على الجنب الرياضي في الكتاح في الاكتراسبورتي فهذه عنا الصمعة متاعنا لك عليش احنا راوه قدرنا النس كل قدرنا ضيوفنا لآخر وقت تونس معناتها تونس بلاد تعرف تنظم تعرف ترحب ضيوفها فما نعلق على تصريح أخرى لأنه نعرف اليوم اللي عملناه سنة تلفين وثبنتاش عطاها شحنة كبيرة للمنتخب المصري بش يجي وشوفنا تركيز كبير من الوفد المصري بش يراوح بالكيس هذي احنا اللعبين الحقيقة كانوا ممتازين شوفناهم في المقابلات الكل يتحكموا النسق اللي عطاوهما خلناهم اليوم يفرضوا النسق اللي يشوفهما لكن ما قلناهم شو دورني اليوم اذا كان ما تلقاش فريق نوزان جوخصان معنته اليوم انا من داخل فمارة كبيرة ولكن بحكم الفريق ذاهم ازيل قدام بارش يسا ويتكورت يد زاد منجبش كونقاسي بارش اللعبينا ذوما اللغالب سكبيلي كسيمو عاد عندي قناعة شعصين ممكن يعاون وثان الملعبية هذي منجم يكون مثلا مراما مجايز ماشت حمزة نحكي على ملعبية في المجموعة بالمجموعة بعد كلهم مقتنع اليوم اللي كانوا في المجموعة الاختيار متاحهم تعرفان يتحمل السؤوليته لكن اذا كان اليوم تبدأ دورة باللعبية معلومة الاخر وقت بتحفظ على المجموعة الت glory كنت عندي تصور اخر على مستوى المجموعة وعلى الرصيد في Truck Be ni ممكن كنا نشوفهم اكثر يتحملهم مسؤولية اكثر وليه تعرف ان يعرف اكثر يتحمل خياراته سياسيين فنيين من العبية كما هيدو مع عبد الحق بن صالح وماش تحمل معجيز كيف نجميع عمله متخب شوف تيوريكما اي لعب كي نجميع عمله باعت الحال اذا كان قارن بين تيوري وبراتيك تولي امور اخرى مجيز كان معنا في في دميلويت كان معنا في دميلويت مجيز حمزة دا كان معنا في دميلويت مجيز ما يلعبش في الفينان مجيز حمزة لعب في الفينان وعاون بن صالح ما كانش معنا بن صالح كان عنده مشاكل مع المجموعة من وقت اللي حافظ زوابي معنا مدة طويلة وهو معناها بحكم معناها اتصالي به وهو اللي خير انه ما عادش يرجع المنتخب من اللاعبين اللي ما عندوش استعداد بش يكونوا في المنتخب والمونا بتعرف ان المنتخب هي مجموعة وروح المجموعة هي اهم من الفرديات وخاصا بالنسبة مع المدرب توني جيرونا انه بالنسبة ليه اي لاعب يشوف روحه اهم المجموعة فمعندوش مكان في المجموعة هذي مكتوش تزموا التوقون خلافه ذي سمو عافظة لاعب الحق راه والتاريخ من غير ندخل في تفاصيل مكتوب قام بيدعو في الجامعة تونسية طلبوا عفاه ووقتها من المنتخب نسكروا الموضوع بلاي مع انت اروا فيما التاريخ الياج بك اروا التاريخ عنا اروا مع انت يعيشنا مع انت نحترموا شوية نحكي على الذاكرة مش انتي نحكي على الناس اللي قاد تكلم فيما اليوم ارقام فيما وثيق عبد الحق بن صالح طلبة رسميا عفاه ومنتخب عنا اروا مكتوب مدعا في الجامعة انا ما نحكيش عالموضوع هذي سيئسين مشاكلة انت يجب ان تكون ابعد من ملكان هذي مثلا مشاكل في التكوين انا لاحظت حاجة في تونس من الملعبات نجموش مشو بابها لابعد الملعبات تلعب ديفونس تلعب شتاك والعكس بالعكس لا فهم بعض الليكاء اللي هما الكبار جياد جابال لا شوية كبير امين بنور يلعب كانت تاك اقل 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 في الاتاك اقل 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 تاريخي في التاريخ المتعنا كل في التاريخ المتعنا كل ديما اللي كبير درواء قليل ياسر يكون الكلام يلعبوا في الديفونس معناه الحماد هو الاكسبسيون السيود بوسنينة اغلبيتهم ما كانوا شربوا يفهم مشاكل تكوين الهنيه مش مشاكل تكوين مشاكل متاع زربة على الريزولتات لانه في الكاليوي الجينيور المدربين عنده كل شي واحد يستحفظ عليه ماتش كامل يلاعبوا في الاتاك ويرتحوا في الديفونس احنا بالنسبة للموضوع هذا معناها عنا قريب من اربع لخمس سنوات وزدناها في الكادي انه دخلنا قانون انه وليشانجم متناجم عندك الفيه الحق كان كتاب الكوره عندك بشكل انه المدرب يقول ما عادش يناجم يبدل لعب لعب العفلتاك ولعب العفلتاك ودفونس لعب كما جيهات جابالة مثلا بالموضوع جيهاتك ما يلعبش دفونس معنا انتصارك من الزرية كانت تخدموه على النقطة هذي هو جيهات جابالة كان قبل ما تخلش اللي كيبنا صناع على خاطر ما يلعبش دفونس وهي بالضبط وبالعكس توا رجع يلعب دفونس ولا يعلم بسنترال اما تعرف اللي ما هوش مزين ما هوش السنترال اللي تناجم تعمل عليه فترة طويلة معنا وذاك عليه يجبنا بسنتره باش يكل معنا كل سنترال يهز وقت معاين بالنسبة للتكوين راهو احنا رغم الامكانية ضعيفة ورغم الوقت ذيق لانه راهو نعطي نعطي نقطة واحدة كان نحب مقارنة بين تونس ومصر راهو مصر يكملوا دراسة متاحة ماذي ساعة متع القيلة الحشية كاملة معناها اللاعبين على ذمة الانشطة الرياضية والثقافية الاخرية احنا كم منгорد والذة تتلقي نستمر 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 وموصر تتلقي نجيا الدكتور حسن مصطفى معانتها ترأس اجتماع في وزير الرياضة في وزير التربية وعضاء معانتها الاتحاد المصري وكان معانتها المحور الاجتماع كيفية ملاءمة توقيت الدراسة مع برنامج كورتليات في المدارس والحقيقة تفرجت في البرنامج هذا اليوم معانتها اذا كان سياس دولة اجتماع دولة وزوز وزارات معانتها اليوم ينجموا ويلتقيوا على مسال التوقيت والجامع بين الدراسة والرياضة معانتها نقول الخدمة اللي عنا اليوم سيون كسيون دولانتي بوليتيك اليوم لازم نقدمه شوية وليزم اليوم نكترز الظافر معانا الجهود كورتليات دراه فيها نتيش بارح غالب اليوم مغلوب لكن الصحيح صحيح ان الخدمة قاعدية لازمها امكانيات وذي موضوع حصة اخرى خليكم كلمة الختام سيمو عاظو السياسيين نحاول نحكو شوي عاديك ممكن مستحيلة صعيبة وكلمة الختام معانتها انا انقول لالن دومان são peu dur معانتها بنسبة كورتلياد. الواقع والمستقبل صعيب كي نغزر اليوم التموحات متاعنا. وشنوو نحبو نحقو لكن بالنسبة للدورة탁 الشيحية تونس. فعت قادي الخاصي انا مع مع سياسيين انه متنجين في لا تلعب على اسمها والدفع على اسمها اليوم هناك ناس حتى في الخارج تتفرج فيك هناك الدولة تتفرج فيك مقابلات سنة ماشية غالاء تحبه لتكره مقابلات كبيرة متع كورت يد وتونس معانتها في المقابلات هذوما على الأقل لازمها توري كورت يد متاحها هذا هو سياسين بإجازب نقول اللي راهو كورت يد تونسية هي تقريبا هي أكثر فريق لهزب بطولة تفريقيا هي فرحة الشعب التونسي معناها من أكثر الرياضات لفرحة الشعب التونسي الرياضة الجماعية الوحيدة اللي حطت ساقها عالم الستاتويج في بطولة العالم في بطولة العالم في 2011 في جنيور وبالتالي مهما كانت الصعوبات اللي نمروا باها كورت اليد دي ما تنتصر وكورت اليد بقلت ربي بيش تواصل إشعاعها على مستوى الإفريقيا مستوى الدولي وهذه ما هي إلا فترة صعبة تعدواها لكن المستقبل لنا شاء الله أنتك صحة سياسين شكرا لك سيمو عارض وتوفيق إن شاء الله المتخبنا في قادم الاستحقاقات القدم وإن شاء الله بشي فعل عاجل السيد مراد المستير رئيس الجماعة التونسية اللي كورت اليد دمشي وفاصل بي بي سي نيوز وبعد مواصلين معظيفنا الثاني مراد بن حمزة الحكام السابق في القدم اشتركوا في القدم